ومن اسطنبول ينضم إلينا مرسلنا علام إصبيحات علام تهديدات أردوغان مباشرة للقوات السورية قالها في كل مكان وحتى نهاية هذا الشهر هل هذه التهديدات مصحوبة بتحركات على الأرض نعم داليا التحركات التي يمكن الحديث عنها هي أولا إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى منطقة إدلب على وجه الخصوص أولا وهذه التعزيزات طبعا مستمرة منذ عدة أيام وثانيا الحشود التي تحدث عنها إردوغان من قبل ما تسمى فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا والموالية لها في محيط إدلب والتي قال إردوغان إنها باتت الآن جاهزة تماما لتنفيذ هجمات على قوات النظام السوري والجيش السوري من أجل إخراجها إلى خارج المناطق التي سيطروا عليها في محافظة إدلب وخارج نقاط المراقبة التركية لـ 12 نقطة والتي بات عدد كبير منها محاصرا بشكل كامل من قبل الجيش السوري هذه هي النقاط التي يمكن حديث عنها في هذا الإطار وهذا يترافق أيضا مع المزيد من التعزيزات العسكرية التي ترسلها أنقرة على مدار الساعة إلى الداخل السوري فيما يخص التحركات التركية الروسية علام هل المباحثات فشلت أم هناك قنوات اتصال ما نعلم أن وزارة الخارجية أعلنت أن هناك وفد سيتجه إلى موسكو على ما يبدو الاستئناف المباحثات أين هي الانطلاقة التركية هنا؟ نعم داليا حتى هذه اللحظة بما يشمل الاتصال الهاتفي الذي جرى صباح اليوم بين الرئيسين التركي رجل طيب إردوان والروسي فلاديمي البوتين يبدو من وجهة نظر تركية أنه لم يصل إلى نتائج المحادثات التي أجرها الوفد الروسي في الأيام الماضية في أنقرة أيضا لم تصل إلى نتائج ولكن وزير الخارجية التركي مولود شوشولو أعلن قبل قليل بأن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو في الأيام القادمة من أجل إجراء محادثات مع المسؤولين الروس في هذا الإطار تحديدا فيما يتعلق بموضوع إدلب هذا كله يرتبط بالمحاور الذي حددها الرئيس التركي رجل طيب إردوان وهي أولا أنهم سينفذون عملية في إدلب تتعلق لإخراج الجيش السوري من هناك بالتعاون مع الفصائل المسلحة السورية وأنهم سيشنون عمليات برية وجوية شاملة إذا ما تم استهداف أي مواقع للجيش التركي ثانيا وثالثا وهو مهم جدا أن الجانب بحسب ما قال إردوان أن النظام السوري والحكومة السورية لن تتمكن من الآن فصاعدا استخدام الطيران الحربي والأجواء بشكل مريح بمعنى وهذا يؤشر بشكل مهم ومباشر إلى احتمال تزويد تركيا للمعارضة السورية المسلحة لمضادات طيران أولا أو إلى أن تركيا ستنشر أو نشرت مضادات طيران إما في الشمال السوري أو قرب الحدود التركية السورية بمعنى أن أنقرة لا تعول كثيرا على المحادثات الدبلوماسية مع روسيا تحديدا وأنها يبدو على ما يبدو أنها تعول كثيرا على الموقف الأمريكي الداعم بحسب ما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم أمس بأن واشنطن داعم لأنقرة في كل خطواتها في الملف السوري سنعود إليك علام في ضوء أي تفاصيل جديدة أشكرك جزيلا مرسلنا من إسطنبول علام أصبحات